عدلا فإذا كان القاضي فاسقا فإنه لا يمكن أن يحكم بين الناس وهو أصلا فاسق لكن طبعا هذا إذا تيسر عندنا يعني الأصل في القاضي أن يحكم الأمثل فالأمثل ما وجدنا إلا رجلا فاسقا بين فساق فيحكم بينهم كما يقول أقلهم ضررا يحكم بينهم أعقلهم وكذلك العامة لو قلنا في قرية من القرى فيها إنسان يعني هو أحسنهم يقدم عليهم ولذلك يذكرون عن بعضهم أنه يعني يصلي بالناس لا يكاد يحفظ إلا عشر سور أو عشرين سورة من جزء عامة فقيل له يعني كيف تصلي بالناس قال أنا أقرأهم لكتاب الله فيصل بهم فالقصد إذن القاضي الأصل أن يكون الأعدل أو الأفهم أو الأعلم وهكذا لكن إذا ما وجدنا إلا قاضيا فاسقا أو قضاة فساق فهنا نختار أقلهم شرا أو عوام أحسنهم علما وهكذا أعقلهم وهكذا فهذا عند الضرورة فإنه ننزل بهذه الشروط الشروط